السلام عليكم يعطيكم العافية مجددا رمضان كريم للجميع راح نكمل في درس متولاد حسابي وتحديدا الدرس رقم اثنين كنا نهاينا الدرس السابق اوش راح ايش راح نتعلم اليوم بعدين راح نشوف الدرس السابق المعدل الحسابي الامكن الزوجيه والفردية وقانون المجموع ان الحدود الاولى في المتوالي الحسابيه طيب الدرس السابق حكينا عن المعدل الحسابي وعطيتكم سؤال للتفكير في الدار ماشي بس قبل لا يجوا برهن هذا الشي راح تكون مثال ايش يعني انا بقصد ماشي وبعدين راح نشرح المكتوب تعال ناخد مثال على متوالي حسابيه بتقدر تتخيله اي متواليه وكل واحد بيقدر في الدار يكتب اللي بده اياه ويجرب ان شاء الله ناخذ مثلا اربع ثمانيه كل مره بزيد اربع اتناعش هذا اي واحد اثنين 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 طبعا انا الانش بتدعي انه كل حد في المتواليه الحسابيه عدى الاول والاخير ليش? لانه الاول ما في شي قبله والاخير ما في شي بعده ماشي هذول اثنين انا بستثنين الا واحد والان هو المعدل الحسابي للحدين المجاورين له ايش يعني معدل حسابي? يعني اذا بجمع الحد اللي قبل زائد الحد اللي بعده وبقسميه على اثنين لانه عدد هنا اثنين بيعطيني اي اثنين اللي في الوسط. تعال نجرب هاي اثنين يساوي اي واحد هذا مش برهان هذا مثال على اثنين اثنين يساوي اناعش سائد اربع على اثنين ستعاش تقسيم اثنين يساوي ثماني. نجرب اي شي بشكل عام يعني اذا كان عندي اي اي ايش اللي بيجي بعد عن زي واحد وقبله اي 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 ناقص واحد طبعا لكل اي اي طبيعي اي اي اكبر من واحد او بتقدر تكتب اي اي اكبر اي ساوي ثنين بفدا من اي ثنين لانه لانه لا واحد مافي شي قبله بتحقق انه اي اي زاد واحد هذا بعد حد بعد زاد حد قبل على اثنين يساوي الحد اللي في الوسط طيب تعن برهن النظريه هذي ماشي مع بعض سوي برهان بدلاله ان طبعا احنا اخذنا مثال هنا مثال لا يعني برهان طبعا احنا كتبنا البرهان هنا طبعا اول شي يتحقق في المتوالي الحسابيه انه ان زاد واحد ناقص ان يساوي دي هي سهلة انتبوه اذا بنقول ان غاد بيطلع عندي ان زاد واحد ان زاد دي يعني محل ان زاد واحد عوض ان زاد دي نفس الشي ان ناقص الحد اللي قبله هو ان ناقص واحد يساوي دي من هنا كمان ان ناقص واحد يساوي ان ناقص دي وعوته ماشي فاذا بتلاحظوا هاي محل هاي اذا بتلاحظوا دي مع دي بتشطب فبيضل عنا ثنين ان على ثنين يساوي ان وهذا المطلوب مني وهذا بسموه المعدل الحسابي بتقدر تكتبوا امثلة اللي بدكم بياه طيب تعال نكمل هذول الخصائص او الصفات اللي بعطيك يا ابو ممات جدا لحل اسئلة البقروت ورح نستعمل هنا ان شاء الله في حل اسئلة بقروت في الدروس الجاي ان شاء الله طيب رح نحكي عن الامكن الزوجيه والفرديه تابو شوي ركزوا معي شوي بس نشرح شغله انا بحكي في عندي اشياء اثنين لازم نتميزوا بينه يعني الان انا باخذ متواليه الحد الاخير في المتواليه ممكن يكون عدد زوجي ينتهب عدد زوجي وممكن ينتهب عدد فردي عدد فردي ماشي اش يعني قصدي في الامكن الزوجيه والفرديه اول شي في عنده اثنين لازم يتميزوا بينهن اول شي في عندي لعدد الحدود الكلي في المتواليه اذا كان زوجي ماشي عدد الحدود الكلي في المتواليه ممكن يكون زوجي كله وممكن يكون كله فردي الان انا رح اقسم الامكنه الرقم الحد يعني لحدود اللي بتحمل رقم فردي وحدود بتحمل رقم زوجي عشان ما تخربطوا فيا اشياء اثنين وفرقوا بينهم في عندي عدد الحدود الكلية ممكن يكون زوجي وممكن يكون فردي لكن الحدود نفسه لجوه تنقسم لنوعين حدود ذات أرقام زوجية وحدود ذات أرقام فردية طيب أول شيء راح ناخذ إذا كان عدد الحدود الكل في المتوالية زوجي ماشي هاي راح نخليها لقدام احنا ناخذ اول شي هذا ماشي إذا مناقذ المثال اللي عندنا A1 و A2 و A3 و A4 عدد الحدود الكل زوجي قديش في عندي حدود في الاماكن الفردية تعال نكتبه A1 و A3 و قديش في الاماكن الزوجية A2 و A4 طيب لو كان عندي ستة يعني لو كملنا هذي A6 يعني راح ينضاف هني في الفردية A5 وهني راح ينضاف A6 فعمليا راح يطلع المتساويات راح يطلع الاماكن الزوجية والفردية متساويات هيحطينا الميزان ماشي طيب و دحكي شغلة مهم جدا انا رمزت لاخر حد لانه عشان اضمن انه يكون زوجي في اثنين N لكن مش غلط نحط N ماشي لكن انتو تعودتوا من صف سابع انه كل عدد زوجي التعبير الجبري هو اثنين N فاثنتين صح انتبهوا اذا كان اثنين N انا بدي اقسم كله على اثنين فبيطلع عندي اماكن فردية N و اماكن زوجية N لو واحد اخذ N برضو صح ريطلع N على اثنين فمهم جدا تفهموا اذا كان عندي عدد الامكنه زوجيه الكل زوجي راح يطلع في الاماكن الفردية يساوي في الاماكن الزوجية متساويات طيب ايش بسير لو كان عدد الامكنه كله فردي تعال نشوف تعال ناخذ مثال A1 A2 A3 A4 A5 طبعا واضح الاماكن الفردية A1 A3 A5 اللي هن ثلاثة والزوجية سنتين ايش القاعدة الان يمكن تعلمتوها في دروس سابقة في موضع ثانية القاعدة كالتالي لو زدت حد زوجي عمليا الفردية مش راح يتغيرن يعني راح يطلع ست تقسيم اثنين اللي هي ثلاث والزوجيه راح يظلن اثنين فمهم جدا تفهموا انه اذا زدت واحد الفردية مش راح يتغيرن والزوجيه راح تكون اقل بواحد من اذا كانت كلهن زوجيه طيب تعال ناخذ القاعدة هاي لو اخذنا الخمسة بنقول خمسة زائد واحد على اثنين ثلاث ماشي والفردية راح تكون اقل الزوجيه راح تكون اقل بواحد اللي هي اثنين هني هاي زوجي وهاي فردي اذا كانت عندي المتوالي لحد ان هنا انا احطيت اثنين ان ناقص واحد ليش لانو عدد الحدود الكل الفردية هذا برمز للفردية طبعا الان بيبدأ من واحد هاي اذا اخذنا الان واحد راح يطلع اي واحد اذا اخذنا الان اثنين راح يطلع اي ثلاث على فكرة مش غلط تاخذ الان عادي ماشي لكن انا بفضل في هاي الطريقة والاسلوب هذا تعال نشوف بشكل عام اثنين ان ناقص واحد زائد واحد راح يعطينا تقسيم اثنين راح يعطينا ان هذا الاماكن ايش الفردية فاني لازم نغير ان ماشي يمكن خطأ مطبعي والزوجية راح تكون اقل بواحد ان ناقص واحد طيب لو اخذت بشكل عام ان راح يكون عندك ان زائد واحد على اثنين وغاد راح يكون عندك ان زائد واحد على اثنين ناقص واحد اثنتين صح يعني هاي اذا خدت الان خمسة خمسة زائد واحد ستة ستة تقسيم اثنين ثلاث وثلاث ناقص واحد بعطينا الزوجية اللي هن اثنين طيب هاي بالنسبة للاماكن مهم جدا تفهمون طيب في الامكن الفردية يتحقق انه الحد الاول هو اي واحد يعني اذا بابني متواليه بس للاماكن الفردية اذا اخذت الاماكن الفردية اي واحد اي ثلاث اي خمسة وهكذا ماشي الحد الاول يكون اي واحد وطبعا الدي راح يكون اثنين دي من الدي المتواليه الاصليه ليش ممكن تجرب هي اي ثلاث ناقص اي واحد ويساوي اثنين دي ليش هي اصلها اي واحد زائد اثنين دي ناقص اي واحد هم يطلع اثنين دي هذا مثال ممكن تجربوه على اي ان واي ان ناقص اثنين راح يطلع معكو اثنين دي فكروا فيها في الدار نفس العملية ماشي في الاماكن الزوجيه يتحقق الحد الاول هو اي ثنين اثنين اثنين اي اربع اي ستة وهكذا دي كمان راح يكون اثنين دي من المتواليه الاصليه نفس الفكرة اي اربع تعاني سويها بدلالة ان طبعا اني الآن زوجي وان اكبر من اثنين يعني اذا تخذوا ان اربع راح يطلع عندي ا اربع ناقص ا اثنين وبيطلع اثنين دي اذا اخدت الان اي ست راح يطلع اي ست ناقص اي اربع اذا خدت الان ثمانية اي ثمانية ناقص اي ست وهيك بمره كل الحدود تعاني برهنا ال اي ان كلكو اي كلكو بتعرفوها لحظه شوي بس نمشيخ طيب منكمل اي ان ناقص اي ان ناقص اثنين يساوي اثنين دي اي ان كلكو بتعرفوها راح اعوضها اي واحد زائد ان ناقص واحد درب دي ناقص الان ناقص اثنين تعاني سويان اي هي عباره عن اي واحد زائد ان ناقص اثنين محل ان حطيت ان ناقص اثنين ناقص واحد درب دي اعملية راح تيجي اي واحد زائد ان دي ناقص ثلاثة دي انا بدا برهن انه هذا يساوي اثنين دي فعملية دي سريعي لان اي واحد زائد ان دي ناقص دي ناقص اي واحد ناقص ان دي زائد ثلاثة دي كذا بتلاحظوا هيدا مع هيدا بتروح والا واحد مع اي واحد بتروح ناقص دي زائد ثلاثة دي اثنين دي هذا المطلوب مني فانتبهوا اللي بدا لخصه بشكل عام في الاماكن الزوجية بيكون الفرق بين الحدود المتتالية هو اثنين دي ونفس الشي الفردية الفرق انه الفردية بيبدن في اي واحد والزوجية بيبدن في اي اثنين طيب نكمل رح نجع قانون المجموع ايش يعني مجموع قانون مجموع ان الحدود الاولى في المتواليه الحسبي ركزوا معي شويه ايش يعني مجموع احنا تعرفنا على المتواليه كنا تعال ناخذ مثال متواليه حسبي اي واحد مثلا ناخذ واحد اي اثنين سبعة اني خط دي ستة اي ثلاث ثلاثة عش ماشي انتبه احنا تعلمنا كيف نجد قيمة الحد ماشي لكن الان بدي المجموع ايش يعني مجموع تعال نفكر مع بعض لما قلكوا اس واحد يعني بدي تجمعوا لي الاس من كلمة سام اذا بقولكوا الاس واحد يعني بدي مجموع اول حد طبعا رقم العدد اللي تحت الاس هو بيقول لي لحد مين اجمع وين انا اوقف فاذا ملاحظ في المتواليه هذا اس واحد هو واحد طب لو قالوا لي اس اثنين اثنين يعني بدي مجموع اول حدين اللي هن اي واحد زائد اثنين ويساوي نيه قديش واحد زائد سبعة ثمانين وهكذا لو قالوا لي اس ثلاثة بدي مجموع اول ثلاث حدود طب لو قالوا لي اس ميه هل من الطبيعي في الرياضيات اني امسك الميت حد وجمحن ما بخلص بياخذ وقت فلذلك انا لازم نطلع قانون مع بعض لنستعمله ويساعدنا كثير ماشي بس دعوتكم معلومه في علم رياضيات اسمه قاوس لما كان في صف ثالث لمعلمه اعطته يجمع من واحد لميه هو كان ذكي جدا وبدي يتسلى فهو عمليا خلال دقائق لقل الفكرة واللي هي فكرة القانون راح نخذها مع بعض قدام شويه وجمحن بسرعة وتخيلوا صف ثالث وبعدين اصبع عالم رياضيات شهير جدا فباختصار الان اذا كان عندي اس ان بدي اجمع من اي واحد لا اي ان يعني تخيلوا لو بدل ان ميه بدي اجمع من اي واحد لا اي ميه تعني القانون مع بعضنا تابعوا علي شوي تابعوا احنا حكينا اس ان هي عباره عن اي واحد زائد زائد لحد اي ان ماشي الان انا راح يساوي شغلة مهمه جدا مره بدي اكتبها من اي واحد لا اي ان ومره بدي اكتبها من اي ان بالعكس ايش ديجي قبل ال اي ان اي ان ناقص واحد هاني ديجي اي ان ناقص واحد زائد 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 ل اي واحد السنتين صح ماشي بيعني اللي اجمع من اي واحد لا اي ان شوفش راح نسوي طبعا في الاولى هاي الاولى هاي رقم واحد هاي رقم انا فصلت شويه اذا تع florين بتلاحظوا ال ا واحد هي خليت او واحد اكثر اثنين حسب قانون على الحد العام هي ا واحد زادي ا ثلاث عبر عن اواحد زادي اثنين دي وهكذا ماشي حد ان هي عبر عن ومن ناقص واحد ضرب دي هذه محل الان هذه محل ال ادهاي محل ال اي واحد هذه حسب القانون سهلة الان انا بدي اعطيكو خاصيه مهم جدا في المتواليه الحسابيه لو سألتكو الان اكم دي في بين الاي سبعة للاي اثنين ممكن اجد خاصه لتعطيني اكم دي انا بين الاي سبعة للاي اثنين كلكم راح تعرفوا لنا خمسة دي ماشي سهل جدا هاي اي واحد زائد ست دي ناقص اي واحد زائد دي هاي بين قسين ماشي اي واحد مع اي واحد بروح ست دي ناقص دي خمس دي فاذا بتنتبهوا اذا بطرح ارقام الحدود سبعة ناقص اثنين خمسة وخمسة ضرب دي بعطيني عدد عدد دي بين اي حدين بدي اياه تعالي نبرهن هذا الشي بشكل عام اذا كان عندي اي تي ناقص اي كي بدي اشوفه كم دي بينهن طبعا تي اكبر من الكي لانا بتيجي بعد فعمليا راح يصير عندي اي واحد زائد تي ناقص واحد درب دي ناقص اي واحد درب كي ناقص واحد درب دي اي واحد مع اي واحد بتروح نطلع دي عامل مشترك فبيضل عندنا تي ناقص واحد ناقص كي زائد واحد درب دي ادي طلعناها عقوان الواحد مع الواحد بتروح فبيضل عندي تي ناقص كي درب دي هاي بسيطه جدا سهله جدا فاذا بتعرف اكم دي في بين اي حدين متتاليين بطرح رقم الحد الاخير ناقص الحد الرقمه اصغر وبطرح من في دي يعني لو اخدتوا مثلا ناخد كمان مثال اي عشرة ناقص اي اربع اكم دي في بينين ست دي عشرة ناقص اربع ستة ست دي طيب الان ليش انا استعملت هذه انتبو انا بدي عبر عن الفرق عن كل الحدود في المتوقف الاولى هذه بدي عبر عنهم كلهم بدلالة a n و d ماشي طب رح نسوي هذا بعد الاستراحه و رح نكمل بعد الاستراحه ان شاء الله يعطيكم العافية اشتركوا في القناة 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 المعادلات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدا رقم الحدود اشتركوا في القناة 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 نيرتنا معamoimas نفس القانون اس ان يساوي اثنين درب الا واحد اللي هي واحد وخمسين زائد ان ناقص واحد درب دي اللي هي ناقص اثنين كل هذا مضروب في ان على اثنين طيب الاهن ايش بصير عنا مية واحد ناقص اثنين ان زائد اثنين درب ان على اثنين فعمليا بصير مية وثلاث ناقص اثنين ان درب ان على اثنين كل اللي ظل عليك وتسوهم لبعض وتحل المعادلة وتجدوا الان بخليلكوا يا للدار لضيك الوقت ماشي بديك تدربوا على هذا الشي يعني باختصار ده تساوي معادلة انه اس واحد يساوي اس اثنين وتحل المعادلة اس واحد مع طمانة بتعوضوه واس اثنين هي بتجدوا الان طبعا الان ممنوع يطلع الا عدد طبيعي ايش يعني عدد طبيعي عدد اكبر من سفر صحيح موجب طيب نكمل طب احنا حلينا السؤال الاول تعال نشوف السؤال الثاني في متوالية حسابية ثمانتعشر حدا الحد الاول هو اثنين وثلاثين مجموع الحدود في الامكن الفردية هو خمسمية واربعة احسب فرق المتوالية تابعا عندي المتوالية تعال نحل السؤال ايه اوضح عندي المتوالية فيها ثمانتعشر حد ماشي الان هم قالوا لي مجموع الحدود في الامكن الفردية هو خمسمية واربعة احسب فرق المتوالية انتبهوا الان انا بدي ابني متوالية بس للحدود الفردية ماشي طبعا العدد الكلني قديش زوجي قبل شوية اخذنا القاعده منقسم عدد الحدود الكلي على اثنين عشان نعرف قديش عدد الحدود في الاماكن الفردية هي ثمانتعشر على اثنين ويساوي تسع حدود اذا عندي الان تسعة اكم حد فردي جمع وتسعة اي واحد واي ثلاث واي خمس واي سبعة واي تسعة اي داعش اي ثلاثة اي خمس طعش لحد اي سبعتاش ماشي الان المجموع عندي اللي هو عطوني اياه اس تسعة حدود فردي هو قديش عطوني اياه خمسمية واربعة هاي الان انتبهوا دي فردي هل هي تساوي دي ولا قديش قبل شوية برهننا اثنين دي طيب اذا بابني المتوالية هي اي ثلاث اي خمس اي واحد عفوا اي سبعة اذا بتلاحظ ثلاثة ناقص واحد اثنين اذا فيه ثرق اثنين دي خمس ناقص ثلاثة اثنين اثنين دي الان منعوض في قانون المجموع اللي هو اس ان بصير عندي معادلة مجهول واحد طيب محل الاس ان الاس تسعة راح نعوض خمسمية واربعة يساوي اثنين درب اثنين وثلاثين زائد الناقص واحد اللي هي قديش عنا تسعة ناقص واحد ثمانية محل الان تسعة درب مش دي قديش عنا اثنين دي درب تسعة على اثنين تعا نبسط خمسمية واربعة يساوي اربعة وستين زائد ثمانية درب اثنين دي لي ستعاش دي درب تسعة على اثنين طيب اه بقدر اقسم كل واحدة من الجوع اثنين اربعة ستين تقسيم اثنين قديش اثنين وثلاثين زائد اه ستعاش دي تقسيم اثنين اللي هي ثمانية دي درب تسعة معادلة مجهول واحد تقدر تحلوها ماشي بتقسم الخمسمية واربعة تسعة راح اخلي لكم اياها كمان لنبدأ حل سؤال بقروت وتجدوا دي ماشي ماشي طبعا هذا دي للمتواليه الاصليه الدي للمتواليه الفرديه هو اثنين دي انا اليوم اعتمدت اني اخلي اسئله مفتوحه عشان تتدربوا في الدار ماشي راح احل معكم الاسئله اللي بحاجه لتفكير ماشي فبعد ما وجدته دي تبع المتواليه تقدر تحسب مجموع كل حدود المتواليه بكون عندي الا واحد اثنين وثلاثين والدي موجود عندك والان هو ثمانتعش طيب تعينا اخد سؤال بقروت سؤال ثلاث شتاء 2019 بتأمن نخلصه كله معطي معاي متواليه حسابيه اللي بتبدأ من اي واحد وبتنتهي عند ال اي رقم الحد اثنين ان زائد ثلاث طبعو الطالب هني لازم يشوف انه عدد الحدود فردي ليش? رقم الحد الاخير هو بطينا عدد الحدود واللي فيها اثنين ان زائد ثلاثه حكولي كمان هذا عدد فردي لانه لا يقسم على اثنين وبعدين عوض كل ان طبيعي عوض ان واحد بطلع عندك خمسة عوض ان اثنين بطلع عندك سبعة فدائم بعطيني فردي كيف انا ببرهن اذا عدد فردي اذا ما بيقسم على اثنين معناته عدد فردي مفهوم اذا ما قسم على اثنين معناته عدد فردي الان اذا عدد الحدود هو فردي مجموع المتواليه هو ثلاث واربعين ضعف الحد الاوسط الان رح نعرف مين الحد الوسط لعنه والحد الاوسط لا يساوي سفر بيين ان مجموع المتواليه يساوي بين قسين اثنين ان زائد ثلاثه ضرب الحد الوسط اللي هو ايه ان زاد اثنين وجد عدد الحدود في المتواليه اذا حكي لكم شغلة مهم جدا في اسلة البقروت اذا كان عندي قسم الف واحد واثنين هذا لا يعني ان في الف واحد استعمل كل المعطيات كمان مرة هذا لا يعني ان في الف واحد استعمل كل المعطيات ماشي الف واحد يمكن استعمل بس معطى واحد من السؤال ممكن المعطى الثاني لالف اثنين طيب تعال نجدوش الحد الوسط اتعلمتوا انتو الوسيط في صف سابع اذا كان عندي عدد فردي من الحدود مثلا نخذه ايه ثلاث حدود عندي الوسط ديكون ثلاث زائد واحد على اثنين اربع على اثنين هو اثنين دايما عشان نجد الوسط الوسط بزيد واحد وبقسم على اثنين اذا كان رقم الحدود فردية يعني لو كان عندي ايه خمسة يعني خمس حدود خمسة زائد واحد ستة ستة تقسيم اثنين اذا نحد رقم ثلاثة في الوسط لكن عندي اثنين ان زائد ثلاثة ايش ديكون ثنين ان زائد ثلاث زائد واحد احنا بيانوا ان هذا عدد فردي على الثنين كلكم بتعرف انه ثنين ان زائد اربع على ثنين تطلع ثنين عامل مشترك في طلع عندي ان زائد الثنين اذا رقم الحد يكون ايه ان زائد اثنين اذا هذا رقم الحد الاوسط طيب نحل الف واحد مع بعض قالوا لي بيين انه مجموع المتوالي يساوي اثنين ان زائد ثلاث درب اي ان زائد اثنين اللي هو الحد الوسط طيب نعوذ في قانون المجموع قبل شوي اتعلمناه وهني انا راح استعمل القانون اتبع اي واحد اللي هو طيب ما في عنا مجال هني نحله تعال نكتب هني اس ان يساوي اثنين اي واحد زائد ان ناقص واحد ضرب دي ضرب ان على اثنين عمليا عندي اس قدش الان عندنا اثنين ان زائد الثلاث يساوي اثنين ضرب اي واحد عدد الحدود اللي هو اثنين ان زائد الثلاث اثنين ان زائد ثلاث يساوي اثنين اي واحد زائد الان قلنا اثنين ان زائد الثلاث ثلاث ناقص واحد ضرب دي ضرب اثنين ان زائد ثلاث على اثنين طيب تعال نبسط لجوه ايش بيصير ان اثنين اي واحد زائد اثنين ان زائد اثنين دي ضرب اثنين ان زائد ثلاث على اثنين انا عوضت الان في قانون المجموع وهم طلبوا مني ابين انه اثنين ان زائد ثلاث درب اي للقوه ان زائد اثنين لو حد الوسط الان اذا منلاحظ مش مبين عندي اي ان زائد اثنين لكن انا بعرف انه اي ان زائد اثنين شو يساوي اي عبارة عن اي واحد زائد ان زائد اثنين ناقص واحد درب دي عمليا راح يصير عندي ان زائد اثنين يساوي اي واحد زائد قديش ان زائد واحد درب دي هذا الان زائد اثنين لو الطالب يفكر شوية ويطلع اثنين عامل مشترك من كل هذي راح يطلع عندو ال oo وال زائد اثنين هيòng اتهي اطلع baix unter هنا بطلع اثنين كمان راح يظل عندنا ا واحد زائد ان زائد واحد درب دي درب اثنين ان زائد ثلاثة على اثنين اذا بتلاحظوا الاثنين على اثنين بتروح وكل هذا ان زائد اثنين فعمليا برهنت المطلوب ماشي احنا درسنا شرف على الانتهاء راح اعيدها كمان مره في الدرس الجاي واشرحها اكثر مفصل وكيف نفكر في اسئلة البقروت مهم جدا تفكروا في السؤال هذا بقروت الاخير شتاء 2020 عشان الدرس الجاي تكونوا معي يعطيكم العافية حاليا معكم الاستاذ خليل ابو كوش وراح نلقاكم في الدرس الجاي شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة